أوضح البنك المركزي أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وأضاف البنك أنه لا يتبادل المعلومات مع مصلحة الضرائب المصرية وشدد البنك المركزي على أن مشروع القانون المشار إليه لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها